السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 40% لأعمال السنة مصادر تكشف خطة جذب الطلاب للمدرسة الفترة اللي جاية لايكم متابعة شيني وصلكوا كل جديد وضحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم ان خطة جذب الطلاب للمدارس للسنة الدراسية الجديدة هتعتمد في جزء منها على تخصيص 40% من درجات الطالب في صفوف النقل على الحضور والمواصبة والسلوك وامتحانات الشهر كأعمال السنة أعلم محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وموعيد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والخاصة والدولية وضح ان العام الدراسي هيبدأ في المدارس الرسمية والخاصة وقوميات 21 سبتمبر وهينتهي الخميس موافق 5 يونيو بإجمال 35 اسبوع يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين وتبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 وضح انه بيبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر للخميس 23 يناير وامتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11-1 وهيبدأ الفصل الدراسي الثاني 8-2 لغاية 5-6-2025 على أن يكون مواعب بدء الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الأعدادية يوم 24-5-2025 وبكده نكون وصلنا نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا